شهد الأردن منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة في السابع من أكتوبر الفائد تظاهرات عنوانها دعم غزة لكن الحكومة الأردنية أكدت مؤخرا أن الهتفات لها أغراض غير بريئة وأنه يتم استغلال المظاهرات من أجل أهداف أخرى الأردن وجه اللوم إلى حماس في محاولة بائسة لتحريف التظاهرات عن أهدافها كما طالب المتظاهرين بالحفاظ على بلادهم حيث أكدت الحكومة على ضرورة الحفاظ على استقرار الأردن في هذه الفترة المضطربة كذلك وصف الأردن محاولات التحريض على أمن الدولة بالبائسة وطالب قادة الحركة بأن يوفروا نصائحهم ودعواتهم لضرورة حفظ السلم ودعوة السمود إلى الفلسطينيين في قطاع غزة